في لبنان أزمة شح المياه تضاف إلى سلسلة أزمات متعاقبة يعاني منها اللبنانيون افف والله طعبنا من هالدوامي كل يوم نفس الشي صار الموضوع بيخنق يعني حتى الحمام ما قدرت أخلصه اي بدك تتعودي لأنه شكل هاي الأزمة مطولة كهربا مش عم تجي والمزود غالي ها تعي اسمعي جارنا أب محمود طالع خلقه لأنه إذا المي ضلت مقطوعة ما رح يقدر يسئي زريعاته يعني ما رح يطلع عنده إنتاج لحتى يكون عم يطعمي عيلته طبعا أنت عم تتساءلي أنه هالقدم نحتاج مي للزرع؟ رح قلك إيه شوفي بحسب منظمة فاو المي اللي بتستهلك للزراعة أكتر بكتير من المي اللي بنستخدمها للشرب قديش يعني أكتر؟ إذا نحنا مفروض نشرب لترين مي باليوم يعني الوجبات اللي باكلها قديش بده مي؟ لكن شو ليتم إنتاج غزاء بكفي لشخص واحد بدنا كمية مي بتتراوح ما بين الـ 2000 والـ 5000 لتر وتخايا لي أنت أنه يبطل في زراعة بالعالم يعني ما في أكل والأمن الغذائي كله بيصير بخطر وهذا بياخدنا لمجاعات إيه بس بتعرفي صحيح أنه نحنا عم نعيش أزمة انقطاع المي بسبب الظروف الاقتصادية عنا في لبنان بس نحنا بعدنا مش حاسين أنه رح نوصل لأزمة مي بكل العالم شو ما كنت عم تشوف الأخبار من شوي؟ شفت شفت بس دخيلك بديش أزيد فوق الهم هم خلينا بأزمتنا هلا إيه بس يا رانا اليوم الظروف كله عم تتغير وتغير المناخ عم يكون سبب رئيسي بالأزمات الطبيعية العالمية اللي عم بتصير مثل الجفاف والتصحر شح المياه وهيدا إلو تأثير مباشر علينا وعلى صحتنا يا ويلي رجعتيني لأيام المدرسة الاحتباس والجفاف والتصحر هو الآخر مرة سمعت فيهم بدرس الجغرافية هات لك نرجع شوي للدرس المي بتشكل 70% من مساحة الكرة الأرضية بس نسبة المي العزبة ما بتتخطى 3% وهاي المي العزبة مصدر الأساس الأمطار والكتل الجليدية فالمعادلة بتقول إنه إذا زاد الاحتباس الحراري عم بتقل نسبة الأمطار وعم بيزيد الجفاف وبيضوب الجليد يلي بيتبخر أو بيختلط بالمي المالحة وشو بيصير بحال اختلطت المي العزبة بالمي المالحة؟ هون القصة كلها بحال ما حفظنا على المي العزبة وصارت كلها مالحة رح نلجأ لمحطات التحلية والتكرير ويلي هي أساسا تكلفتها كتير عالية بس حتى لو هاد مش حال جزري لأنه وقت عملية التكرير رح نكون كمان عم نزيد ملوحة البحر وإذا افترضنا بدنا نروح لهذا الحل فالمفروض تكون الدولة قادرة على هيك مشاريع مظبوط؟ ايه مظبوط ايه بس اليوم الدولة مأسرة المفروض المؤسسات المسؤولة مثل الجمعيات والأنروة وغيرهم يكونوا عم بيقوموا بدورهم بتوعية الناس عن أهمية المي وتحفيزهم على كيفية استهلاقهم إلها بحياة اليومية وهذا ما بيكلفهم شي ايه بس أكيد هاد ما بيشير عنا المسؤولية المفروض الشخص يبلش من حاله ما ينطر مين يقوله ايه يا راني أنا معك ماشي نحنا مسؤولين بس بحالتنا هلأ مثلا حكيلي أنا كيف بدي أخفف استهلاكي للمي وهي أصلا مش عم تيجي بديك أبطل التحمام أبدا؟ يا هبة يا هبة مين جاب سيرة تبطل تتحمامي؟ طولي بالك بس تعالي أحكيلك نبذة عن هادرنا اليومي للمي رح أبلش منك لو كنت عم تسكر المي قبل شوي وانت عم تتحمامي وترجع تفتحيها كانت كفتك لو جارتنا بتخفف من شطف الحارة بالمي كانت كفتها ولو أنا بسكر حنفية المي وأنا عم بجلي ما كناش نقطعنا كمان وكانت كفتني بكفي ولا أحكيلك بعد ايه ايه نحنا هاي التفاصيل ما مننتبه له إلا إذا خسرنا الشي بس فعلا هو إذا كل واحد مننا بلش من حاله بصير في فرق يعني بالمختصر نحنا ما بنفكر بالحلول البديلة إلا لما يصير عنا أزمة ولكن إذا بنفكر بالطبيعة من الأساس وبنستخدم أشياء مستدامة وبتتماشى معها بنكون عم نحافظ على الثروات والنعم يلي بين إيدنا وبالنتيجة عم نحافظ على حياتنا ترجمة نانسي قنقر